تقرير أممي يصلط الضوء على فساد الحوثيين في الجانب الاقتصادي وتمويل الحر التقرير خصص فصلاً كاملاً عن فساد الحوثيين المالي وافتتح ذلك بالإيرادات التي يقبضها الحوثيون كرسوم تجديد تراخيص من الشركات الكبيرة كشركات الاتصالات والتبغ والتي تبلغ سنوياً أكثر من 407 مليارات ريال أما ملف السوق السوداء فقد ذكر تقرير أن إيرادات الحوثيين منه بلغت عشرة أضعاف القيمة العادية فمن اتفاق واحد بين شركة كاميران وشركة إكسترا بتروليوم يجن الحوثيون شهرياً ما يعادل 24 مليون دولار بحسب التقرير هذا فضلاً عن 52 شركة نفطية منحها الحوثيون تراخيص استيراد وقود منذ استيلائهم على السلطة في 2014 وعلى ذكر الفساد النفطي عرج التقرير ولأول مرة على قضية مقتل السحفي محمد العبسي حيث أورد التقرير أن العبسي قتل أثناء قيامه بإعداد تقرير استقصائي حول تورط قادة حوثيين في صفقات فساد نفطية منها شركة يمتلكها القيادي الحوثي محمد عبد السلام وشركة أخرى يملكها المقرب من الحوثيين دغسان محمد دغسان يستمر الحوثيون في تحصيل الإتاوات الجمركية من الموانئ الخاضعة لسيطرتهم في الحديدة والصليف واستحداث جمرك إضافياً في ذمار لفرض إتاوات على البضائع التي تم استيرادها من الموانئ التابعة للحكومة الشرعية الملف الإغاثي هو الآخر يعج بالفساد داخل أربقة الميليشيا حيث أشار تقرير إلى أن طلب الحوثيين من المنظمات الإغاثية استبدال المعونات العينية بمبالغ نقدية قد يؤدي إلى تسهيل التلاعب بهذه المساعدات لا سيما بعد تقرير برنامج الغذاء العالمي الذي اتهم الحوثيين بنهب المساعدات التابعة له في مناطقهم وأضاف التقرير بأن الفساد في الملف الإغاثي يشمل أيضاً الحكومة الشرعية والتي تنفذ أنشطتها في المناطق المحررة إذن فساد بالجملة واقتصاد حرب يديره الحوثيون لتمويل حربهم المستمرة منذ أكثر من أربع سنوات في الوقت الذي وصل فيه الناس إلى وضع معيشي أصبحوا يموتون فيه من الجوع بعد أن كانوا يقولون لا أحد يموت من الجوع